الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نواصل اليوم الكلام عن المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية فنتكلم عن الشرك وأنواعه ونبتدئ بتعريف الشرك الشرك في الشرع هو كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه مما ورد في الكتاب أو السنة تسميته شركا وينقسم الشرك إلى قسمين فهناك شرك أكبر وهناك شرك أصغر ونبتدئ بتعريف الشرك الأكبر الشرك الأكبر هو أن يسوي الإنسان غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وفي تعريف آخر أن يجعل الإنسان لله نداً في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته أما عن حكم الشرك الأكبر فالشرك الأكبر ينافي التوحيد ويحبط العمل ويخرج من الملة وصاحبه حلال الدم والمال وفي الآخرة مخلد في النار ولا يغفر إلا بتوبة وللشرك الأكبر أنواع كثيرة لعل منها أو من أبرزها الشرك في الخوف الخوف كما عرفه العلماء توقع مكروه عن أمارة مضنونة أو معلومة ومعناه أن يخاف العبد في داخله من غير الله يخاف من وثن أو طاغوت أو ميت أو غائب من الجن أو الإنس أن يصيبه بمكره يصيبه بمرض أو فقر أو حرمان رزق أو موت ولد أو أن يدخله النار أو يحرمه الجنة بقدرته ومشيئته فهذا النوع من الخوف الذي يكون وراء الأسباب شرك أكبر لأنه اعتقد الضر والنفع لغير الله وهذا كحال المشركين الذين يعتقدون في آلهتهم ذلك الاعتقاد حتى خوفوا بها أولياء الله تعالى كما قال الله حكاية لقوم هود عليه السلام يخوفونه بآلهتهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء وقد سلك المشركون نفس المسلك مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا يخوفونه من أوثانهم كما قال الله تعالى ويخوفونك بالذين من دونه وهذا الخوف من غير الله هو الواقع اليوم من عباد القبور وغيرها من الأوثان يخافونها ويخوفون بها يخافونها حتى صرفوا لها شيئا من العبادة ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله وهذا النوع من الخوف من أهم أنواع العبادة فيجب إخلاصه لله تعالى كما قال الله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وكما قال فلا تخشوهم وخشون فمن صرفه لغير الله وقع في الشرك الأكبر وهنا بعض التنبيهات التي تتعلق بأنواع من الخوف ولا تدخل في الشرك الأكبر فمن خاف الناس بغير عذر فترك امتثال ما أوجب الله عليه من الجهاد أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر كان خوفه محرما ولكنه لا يبلغ حد الشرك الأكبر وهذا كمن يفر من الزحف عند القتال والثاني من خاف من حيوان أو غيره كمن خاف سبع أو عدو أو سلطان ظالم أو نحو ذلك مما يخشى ضرره الظاهر كان خوفه خوفا طبيعيا ولا يذم على ذلك كما حصل لموسى عليه السلام عندما خاف في قوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب والنوع الثالث من الخوف المحمود من خاف وعيد الله فحال خوفه بينه وبين الوقوع فيما حرم الله وكان هذا الخوف مقرونا بالرجاء والمحبة بحيث لا يكون خوفا باعثا على القنوط من رحمة الله كان خوفا محمودا فالمؤمن يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمة الله كما قال الله تعالى عن أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والخوف والرجاء إذا اجتمعا دفع العبد إلى العمل وفعل الأسباب النافعة والخوف والرجاء من أعظم أنواع العبادة فيجب أن يخلصا لله عز وجل والإخلال بهما إخلال بالتوحيد وإفساد للعقيدة والنوع الثاني من الشرك الأكبر الشرك في المحبة وهو أن يتخذ العبد من دون الله أندادا يحبهم كحب الله كما قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين ولذا قالوا لآلهتهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين والمراد بالمحبة هنا محبة العبودية المحبة التي يكون معها خضوع وذل وتعظيم وكمال طاعة فهذه هي محبة العبادة وكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاءه أما المحبة المتفردة عن الخضوع والذل فلا تكون عبادة وهنا بعض التنبيهات أولا المحبة المشتركة لا تكون شركا وهي ثلاثة أنواع محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والضمآن للماء فهذه لا إشكال فيها محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده لا إشكال فيها محبة أنس وإلف وهي محبة المشتركين في صناعة أو مرافقة أو علم أو تجارة وهذه أيضا لا إشكال فيها فهذه الأنواع الثلاثة لا تدخل في شرك المحبة أما التنبيه الثاني ويتعلق بتقديم محبة الله على المحبة المشتركة فيجب تقديم محبة الله تعالى وهي محبة العبودية كما تقدم على المحبة المشتركة التي ليست عبودية كمحبة الآباء والأولاد والأزواج والأموال لأن الله تعالى توعد من قدم هذه المحبة على محبة الله كما قال الله قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين توعد الله سبحانه وتعالى من قدم هذه المحبوبات الثمان على محبة الله ورسوله والأعمال التي يحبها ولم يتوعد على مجرد حب هذه الأشياء لأن حبها جبلي خارج عن الإرادة والاختيار فيجب على العبد تقديم وإيثار ما أحب الله وأراد على ما أحبه هو وأراده النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر الشرك في التوكل والتوكل في اللغة الاعتماد والتفويض وهو من عمل القلب والتوكل على الله تعالى من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى كما قال سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين والشرك في التوكل معناه الاعتماد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وذلك كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت في تحقيق المطالب من النصر على الأعداء والحفظ من الشرور والمكاره وجلب الأرزاق إلى غير ذلك فهذا شرك أكبر وقد قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فأمر الله سبحانه بالتوكل عليه وحده وجعل التوكل عليه شرطا في الإيمان كما جعله شرطا في الإسلام في قوله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فدل على انتفاء الإيمان والإسلام عمن لم يتوكل على الله أو توكل على غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله وهنا بعض التنبيهات أولا التوكل على الحي القادر في الأسباب الظاهرة شرك أصغر لأنه اعتمد على الشخص كمن يتوكل على سلطان أو أمير أو رئيس أو أي شخص من الأحياء القادرين فيما أقدره الله عليه من عطاء أو دفع أذى أو تحصيل مصلحة وقلنا أنه شرك أصغر لما فيه من ميل القلب واعتماده على غير الله ثانيا التوكل الذي هو بمعنى الإنابة والتوكيل جائز كمن يقوم بالبيع والشراء عن الآخر مما يقدر عليه فهذا لا إشكال فيه ثالثا التوكل لا ينافي السعي والأخذ بالأسباب فإن الله قدر مقدورات فعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب ويفوض النتائج إلى الله وقد أمر الله تعالى بالأخذ بالأسباب كما قال الله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال بعض العلماء من طعن في الحركة يعني في السعي والكسب والأخذ بالأسباب فقد طعن في السنة ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان والنوع الرابع من أنواع الشرك الشرك في الطاعة ومعناه طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحلى الله عن رضا واطمئنان قلب سواء كان هذا المخلوق عالما أو عابدا أو رئيسا أو أيا كان ومثال تحريم ما أحلى الله تحليل وإباحة الربا والخمر والسفور والزنا وكذا مساوات المرأة للرجل في الميراث ومثال تحريم ما أحلى الله تحريم أو منع تعدد الزوجات ونحو ذلك مما فيه استبدال لأحكام الله فمن أطاع مخلوقا في التحليل والتحريم في الإباحة والمنع ورضي بذلك واستحسنه فهو مشرك كافر قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلى هذه الآية على عدي بن حات بن الطائي فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم يعني لسنا نركع ونسجد لهم قال أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه قال بلى قال فتلك عبادتهم لأنهم نصبوا أنفسهم شركاء لله في التشريع فمن أطاعهم في ذلك فقد اتخذهم شركاء لله في التحليل والتحريم وهذا من الشرك الأكبر لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وهنا بعض التنبيهات أولا طاعة العلماء والأمراء فيما يأمرون به من معصية الله من غير اعتقاد حلها لا يكون شركا أكبر بل معصية ثانيا الواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به وإن خالفه من في الأرض قال العلماء كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب على المسلم أن يحذر من أنواع الشرك السابقة ليسلم له دينه وإيمانه وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد